السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكمل شرح سنن الإمام النساء رحمه الله تعالى وهذا الدرس والدرس الرابع وقد توقفت في كتاب الطهارة في باب هل يستاك أو باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته قال الإمام النساء رحمه الله تعالى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحياوه بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة النبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجال من الأشعريين أحدهما أن يميني والآخر أن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل قلت والذي بعثك بالحق ما طلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت عنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراد ولكن ذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما باب الترغيب في السواك أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الله على أن يزيد وهو بن زرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيك قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب باب الاكتار في السواك أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن ناس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرتم علي في السواك باب الرخصة في السواك بالعشير الصين أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن نبي الزناد عن العراج عن نبي أورجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لا ناشق على أمتي لا مرت بالسواك عند كل صلاة باب السواك في كل حين أخبرنا علي بن الخشر قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس أم سعر عن المقدام وهو ابن شريح عن نبيه قال قلت لعيشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك ثم قال باب ذكر الفطرة أو الاختتان الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة وقوله لنساء رحمه الله باب هل يستاكل إمام بحضرة رعيته طبعا هذا الحديث وهو أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى وابن السعيد قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا حمد بن هلان قال حدثنا بردة عن أبي موسى إلى آخره هذا الحديث هذا الحديث إسناده صحيح هذا الحديث هذا الحديث وإسناده صحيح ويحيى المقصود به هنا في السند في قوله قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى يقصد به يحيى بن سعيد القطان وهم من كبار علماء الحديث وقوله أبو بردة في قوله قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا بردة يقصد به ابن أبي موسى الأشعري والحديث هذا إسناده صحيح وفي السنة الكبرى وعنده بن حبان من طريق عمر بن علي بهذا الإسناد وأخراجه بعطل منه مختصرا ومختصرا بذكر العمل فحسب الإمام أحمد البخاري ومسلم ومسلم وابو داود من طريق عمر بن سعيد القطان به إذن الحديث هذا إسناده صحيح أما هذا التبويب للإمام النساء رحمه الله تعالى في قوله باب هل يستاكل إمام بحضرة رعيته يعني هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب سؤال من سأل هل يستاكل إمام بحضرة رعيته يقول السندي رحمه الله تعالى في حشية على النساء يقول كأنه شار بخصوص الترجمة بالإمام لأن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن يكون مخصوصا بمن لا يكون ذاك مستقدرا منه لكونه ماما ونحوه طبعا الحديث هذا روه أبو موسى لاشعري وهو أبو موسى لاشعري عبد الله بن القيس أحد الصحابة وقد تقدم الحديث عنه ومن لطايف الإسناد أنه من سداسيات المصنف بمعنى أن بين النساء وبين النبع صلى الله عليه وسلم ستة من الرواه ومن لطايف الإسناد أن رواه كلهم تقاته جلة وأنهم بصريون وما عدا أبا برد وأنهم متفق أصحاب الوصول في الإخراج لهم ومن لطايف الإسناد أيضا أن شيخه ممن أن شيخه يعني شيخ النساء شيخه أحد المشايخ الذين روى ستة عنهم بدون واسطهم والذين جمعتهم بقوله كما يقول الشيخ محمد علي آدم في شرح النساء اشترك لأمة الهدات ذو الوصول الستة الوعات في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة الحافظين الناقضين البررة أولئك لشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذب المثن وزياد نحتذا ومن لطايف الإسناد أن فيه رواية الإنبي عن أبيه ومن لطايف الإسناد أن فيه رواية تابع هميد عن أبي بردة ومن لطايف الإسناد أن فيه من صيغ الأداء الإخبار بلفظ الجمع في أول والتحدي بلفظ الجمع في موضعين وبلفظ الأفراد في موضع والحديث هذا يقول عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه أحد الصحابة لجلة أنه قال أقبلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الصحابي عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقصة أنه أتاه رجال من الأشعريين وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا فإن لنا حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يخبروا أبو موسى لاشعر الصحابي لم يخبروا بهذه الحاجة فلما أقبلوا عليه قال أقبلت ومعي رجال رجلان من الأشعريين الأشعريين أنهم سموا بهذا الاسم ينسبون إلى قبيلة تنسب إلى أشعر قال في اللبابة للأشعريون نسبة إلى أشعر قبيلة باليمن قبيلة باليمن بهذا الاسم والأشعر هذا هو نبت بن أدد بن زيدي بن يشتج بن عريب وإنما قل له أشعر لأن أمه ولدته والشعر على بدنه فهؤلاء الأشعريين أتوا الذين ينتسبون إلى قبيلة هذه في اليمن أتوا إلى أبو موسى الأشعري وقالوا نذهب نحن وإياك إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندنا حاجة نطلبه من الأشعر ولم يخبره بالحاجة قال أبو موسى أحدهما عن يمين والآخر عن شمالي والنبي عليه الصلاة والسلام يستاك يعني معه سواك يتسوك به عليه الصلاة والسلام قال فكلاهما سأل العمل يعني سألوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام من يوليهم يعني أمراء على الأمصار أمراء و فجاء أبو موسى الأشعري فقال يا رسول الله والله ما علمت اعتذر قال والله ما علمت ما في أنفسهما من الطلب لأن أبو موسى الأشعري رضا الله عنه يعرف أن يعرف أن الرسول الله ما يولي أحدا على الإمراء إذا طلبها لأنه قال لا يعان عليه إذا طلبها بخلاف ما إذا رشح لهذا الشيء فقال أبو موسى الأشعري والله يا رسول الله ما علمت ما في أنفسهما وما أطلعان على ما يريدان أو ما علمت أنهم يطلبان العمل يعني يطلبان الإمراء أو الإمارة فقال صلى الله عليه وسلم يقول أبو موسى الأشعري وكانت السواك وكان يتسوق صلى الله عليه وسلم وهذه السواك قلصت يعني أنهم المبالغة في السواك صلى الله عليه وسلم بدأت شفته ترتفع إلى الأعلى عليه الصلاة والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم إنا لا أو لن شك من راوي هذا الرسول عليه وسلم قال إنا لا أو قال أو قال عليه الصلاة والسلام لن نستعين على العمل من أراده يعني كونكما تطلبان أن تكون أمر على الأمصار إنا لا نستعين بكما بهذه الطريقة وإنما لأن الشخص إذا طلب الإمرأة يعني ما يعاني عليها فقال صلى الله عليه وسلم إنا لن أو لن نستعين على العمل من أراده أي من طلبه ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولكن اذهب أنت يعني يا أبا موسى الأشعري اذهب أنت فجعله أميرا على اليمن ثم أردفه بمعادب الجبل رضي الله عن الجميع هذا معنى الحديث هذا معنى الحديث هذا معنى الحديث قال ثم أردفه بمعادب الجبل رضي الله عن الجميع ومعادب الجبل هذا هو الأنصاري الخزرج أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابنه ثمان عشر سنة وشهد بدرا ومشاهد وله مئة وسبعة وخمسون حديدا وكان معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو موسى لشعري والع اليمن أو قيل قاضي وأو والي كان ممن جمع القرآن وفي مرسل بعون الثقف قال يأتي معاد يوم القيامة همام الناس برتوة يعني برمية حجر يتقدمهم يعني وقال ابن مسعود كنا نشبهه يعني نشبه معاد بن جبل هذا الصحابي الجليل العالم نشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان أمة قانتة لله حنيف ولم يكن مشركين وقد توفي معاد بن جبل هذا الصحابي العالم الجليل في طاعون عمواز سنة ثمانية عشر في خلابة عمر وقبر ببيسان في شرقي قال بالمسيب عن ثلاثة وثلاثين سنة يعني كان عمره صغير رضي الله عنه وارضاه وقد ضرب في العلم أروع الأمثلة فكان عالما جليلا مع صغير سنه معاد بن جبل رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث فوائده يعني ما ترجم له المصنف وهو جواز استواك الإمام بحضرة الرعية ومن فوائد الحديث مشروعية السواك وكذلك جواز الحلف من غير استحلاف جواز الحلف من غير استحلاف لأن أبو موسى الأشعري قال والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في أنفسهما مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من القسم وكذلك من فوائد الحديث كراهية سؤال الإمارة والحرص عليها ومن فوائد الحديث منع الحريص عليها منها لأن فيه تهمة ويوكل إليها ولا يعان عليها فينجر لا تضيع الحق العزي وفي الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن سامرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سامرة يا عبد الرحمن بن سامرة لا تسأل الإمارة فإن عطيتها عن مسأله وقلت إليها وإن عطيتها عن غير مسأله وعنت عليها يعني هذا مواضح الكلام ثم قال النساء رحمه الله تعالى باب الترغيبي في السواك باب الترغيبي في السواك أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبياتي قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم السواك مطهرة للفم مرضات للرب وهذا الحديث صحيح وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عتيق وهو عبد الرحمن بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبكر الصديق رضي الله عنه فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد لا أعلم لخيرا والحديث هذا في السنوة الكبرى النساء وهو عند أحمد وابن حبان من طريقين عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد إلى آخره يقول باب الترغيب في السواك يقول النساء يعني هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في السواك يقول السواك مطهرة للفم مرضات للرب والحديث هذا من رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي عائشة بنت ببكر الصديق بنت الخليفة الصديقة وبكر رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنها وعن بيها وهي أم المؤمنين وهي أفقه النساء أفقه نساء العالمين عن أطلاق حتى قال الشافعي رحمه الله إنها نقلت للمسلمين ربع أحكام الشريعة بمعنى أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في بيته ومعاشرته لزوجه وكيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يتنفل وإلى آخره فنقلت ذلك المسلمين رضي الله عنها وارضاها وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة يعني خلاب بين العلماء هل الأفضل خديجة أو عائشة ألا خلاب بينها العلم وقد ماتت رضي الله عنه سنة سبوة خمسين وهي تيمية وهي أم عبد الله والفقه أم المؤمنة الربانية حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولها ألفان ومئتان وعشرة حديث اتفق البخاري على مئة واربع وسبعين من الحديث وانفرد البخاري باربع وخمسين فالبخاري روى عن عائشة في صحيحي في أربع وخمسين موضعا وانفرد ومسلم في ثمان وستين حديث وعلىها في النساء أربع وستون وستمائة حديث رضي الله عنها وارضاها وروا عنها مسروق والأسود بالمسيب وعروه بالقاسم وخلق يقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد هو اللحم مع الخبز يقول الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والحديث متفق عليه وقال عروه وهو خالة عائشة عروه بن الزبير بن العوام عائشة خالته وهو أحد الفقاه السبعة إذا قيل من في المدينة سبعة وهو بحرر روايتهم ليس عن علم خارجة وقول لهم عبيد الله عروة وقاسم من أبو بكر سليمان خارجة يقول ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة وقال القاسم كانت تصوم الدهر وقال هشام بن عروة في السنة سعب وخمسين ودفنت بالبقيع بالمدينة رضي الله عنها وارضاها ومن لطيف الإسناد أن هذا الحديد حديد عائشة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب أن هذا الحديث من خماسيات المصنف يعني بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الرواة وكذلك من لطيف الإسناد لأن الرواة هو ثقات إلا ابن بعتيق واثقه بن حبان وأنهما بين بصريين وأم الثلاثة الأولون مدنيين هم الباقون ومن لطيف الإسناد أنه جملة مروه المصنف من الحديث في هذا الكتاب لحمايد بن سعد ساب وخمسين محمد بن أعلى ثنان وستون ومياه وليزيد بن زريع مياه وثلاثة وليعبد الرحمن وبعتيق وبي حديث الباب فقط ولعايشة رضا الله عن أربعاً وستون حديثاً وستمئة ومن لطيف الإسناد أنه في رواية الابن عن أبيه ومن لطيف الإسناد أنه عايشة من السبع المكترين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أكثر من الفان ومئتان وعشر من الحديث ومن لطيف الإسناد نعم ومن وفيه الملطيف الإسناد أنه فيه الإخبار في موضع والعنى في موضعين والتحديث في موضعين والسماع في موضع ومعنى الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة يعني هو المقصود به كما قال ابن السكيت وآخرون الكسر أشهر كل آلة يتطهر بها شبه السواك بها لأنه ينظف الفم والطهارة هي النظافة هذا ما يتعلق بهذين الحديثين من الحديث التي أوردهم النساء في سننها اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء والحاسدين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نعود بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسيء القضاء وشماتة الأعداء نعود بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك اللهم أوفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك انصر به دينك واعلي به كلمتك اللهم أوفقه ولي عهده لما تحب وترضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحاب أجمعين